ابنائي طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي اهلا ومرحبا بكم ورجعنا لكم تاني وفيديو جديد من فيديوهات الرياضيات ان شاء الله النهاردة هناخد جبر واخر نوع من انواع التحليل التحليل باكمال المربع ومعاكم ميس سنة نبيه يلا بينا نشوف ازاي هناخدل التحليل باكمال المربع وطريقة التحليل هتبقى ازاي دايما التحليل باكمال المربع مقدار اربع سين قصة اربعة زائد صاد قصة اربعة بتلاقي القصة دايما ايه اربعة ومقدار مكون من حدين ويعني ايه اكمال مربع المقدار ده ناقص ناقصه حد اوسط عشان نقدر نحلله ده هنعمل ايه هنضيف للمقدار ده الحد الاوسط الحد الاوسط بنجيبه ازاي اتنين من الجزر التربيعي في الجزر التربيعي للحد الاول في الجزر التربيعي للحد التاني هيبقى الحد الاوسط اتنين في جزر الاربعة اتنين يبقى اربعة سين قصة اتنين صاد قصة اتنين هنضيفه مرة وهنطرحه مرة عشان منغيرش من قيمة المقدار طيب اربعة صين وساربع زائد صد الساربعة هطرح منها المقدار اه اللي انا جبته اللي هو لحد الاوسط سالب اربع سين تربيع زائد صد تربيع اه سالب اربعة سين تربيع صد تربيع زائد اربعة سين تربيع صد تربيع ونبدأ نعمل عملية ابدال نجيب الحد الموجة بنحطه في النص والسالب نخليه بر ازاي? يعني الاربعة سين قصة اربعة دي. هتبقى زائد اربعة سين تربيع صد تربيع زائد صد قصة اربعة. ونقص اربعة سين تربيع صد تربيع دي هنخليها من برة. ويبقى المقدار بالمنزر ده. او قعدنا عملنا عملية ابدال للمقدار وترتيب قعد الترتيب اجزاء. ويبقى تربعة سين قصة اربعة زائد اربعة سين تربيع صد تربيع ده لحد اللي احنا جبناء زائد صاد والصربعة ناقص مرة ضفناه بالموجب في النص ومرس ابناء بالسالب بره وحقول لكم ليه? لو انتو شايفين المقدار السلاسي اربع سين والصربعة زائد اربع سين تربيع صد تربيع زائد صاد والصربعة لو اخدتوا بالكو ده مقدار سلاسي بس سلاسي ايه? مربع كامل. ليه? بان الحد الاول ليه جزر تربيعي. والحد السالس اللي هو صاد والصربعة ليه جزر تربيعي. والاوسط جي من اتنين في جزر الاول في جزر التالت. تمام. يبقى هناخد ده نحطه في قصين. وهنحلله مقدار سلاسي مربع كامل. وبعد كده هنحلل الفرق بين ايه مربعين. ازاي? طبعا المقدار السلاسي اللي انا حطاه في القص ده. احلله مربع كامل ازاي? فتكروا معايا تحليل مربع كامل. باخد الجزر التربيعي للحد الاول والجزر التربيعي للحد التالت. واشارة القص هي اشارة ايه? الحد الاوسط. اهو. جزر اللي اربعة سين قص اربعة اتنين سين تربيع. وجزر صاد قص اربعة صاد قص اتنين. كل دول القص ده مرفع لقص اتنين. ناقص. هناخد جزر الحد ده اللي هو اربعة سين تربيع صاد تربيع. هيبقى اتنين سين صادق كل قص اتنين. ما يرناش حاجة. ده كده بقى مقدار مكون من حدين ياولاد. وطبعا مقدار مكون من حدين. والاول ليه جزر تربيعي والحد التاني ليه جزر تربيعي وبينهم اشارة سالب. يتحل الفرق بين مربعين. طب ازاي? القص اللي هو اتنين سين تربيع زاد صاد تربيع ده. كل قص اتنين يعني هيكرر مرتين. اهو. اتنين سين تربيع زاد صاد تربيع. والقص التاني كتبت فيه اتنين سين تربيع زاد صاد تربيع. مرة قص هعمله بالسالب. ومرة قوس هعمله بالموجب. واتنين سين صاد قص اتنين قررتها مرتين. اتنين سين صاد في اتنين سين صاد. وبكده ابقى انا عملت التحليل باكمال المربع. يبقى فكرة التحليل ده ان انا لازم اجيب الحد الاوسط. عبارة عن جزر التربيه للحد الاول. اه اتنين في الجزر التربيه للحد الاول في الجزر التربيه للحد التاني. مرة اضيفه بالموجب. ومرة اضيفه بالسالب. كاني ما عملتش حاجة ما غيرش حاجة في المقدار هه? وتعالوا ناخد هناخد مسال تاني حل لكل من المقادير الاتاية اربع سين قوصة اربعة زائد ستمية خمسة وعشرين عين قوصة. قلنا عشان نحلل المقدار ده طالما فيه قوصة اربعة حيتحلل باكمال المربع وعشان نحلل باكمال المربع هنجيب الجزر التربيعي اتنين بنجيب الحد الاوسط عبارة عن اتنين. في الجزر التربيعي للحد الاول. في الجزر التربيعيks للحد التاني. يلا بنا ولادنا نشوفها هنجيبهم ازاي? ادي اتنين في جزر اربعة سين قص اربعة في جزر ستمية خمسة وعشرين عين قصة اربعة. هيطلع اتنين في اتنين سين قص اتنين في خمسة وعشرين عين قص اتنين هيديوني مية سين تربيع عين تربية. الحد ده مرة هضيفه بالموجب للمقدار اللي عندي ومرة بالسالب عشان ما غيرش حاجة من قيمة المقدار. يلا بنا نشوف اربعة سين قص اربعة زائد ستمية خمسة وعشرين عين قصة اربعة ضفته مرة بالموجب مية سين تربيع عين تربيع وضفته مرة بالسالب سالب مية آآ سين تربيع عين تربيع. نبدأ بعد كده نعمل ايه? سمعكم بتقولوا لي راتبية من السناء. هاتي اللي بالموجب دخليه جوه في النص. ويسيبي اللي بالسالب ايه? برا. ويبقى بالطريقة دي اربعة سين قصة اربعة زائد مية سين تربيع عين تربيع زائد ستمية خمسة وعشرين عين قصة اربعة. دول حطيتهم في قوس. وست اللي بالسالب برا اللي هو مية سين تربيع عين تربيع. تمام. المقدار ده هيتحلل اللي هو المقدار السلاسي اللي انا حطه بنقصين. ها? سمعكم بتقولوا لي حللي مقدار سلاسي مربع كامل. طب المقدار السلاسي المربع الكامل كنا اغجين وبيتحلز زي الجزر التربية للحد الاول والجزر التربية للحد التاني في قوس. والقوس مرفوع لقص اتنين واشارة القوس هي اشارة الحد الاوسط. هقول مرة كمان. الجزر التربية الاربعة سين قص اتنين سين قص اتنين. والجزر التربية ستمية خمسة وعشرين عين قص اربعة خمسة وعشرين عين قص اتنين. واشارة القوس هي اشارة الحد الاوسط موجب. وكل دول فقوس مرفوع لقص اتنين. المقدار التاني برضو ده مربع كامل. هاخد جزره. هيبقى مية جزرها عشرة. سين تربيع عين تربيع جزرهم سين عين كل دول قص اتنين. الله ده بقى مقدار مكون من حدين. وبينهم اشارة سالب حيتحلل والاول ليه جزر تربيعي. والحد التاني ليه جزر تربيعي. سمعكم بتقولولي بقى حلبيهم فرق بين مربعين. يعني القص ده اللي هو اتنين سين تربيع زائد خمسة وعشرين عين تربيع. حيتكرر مرتين. وعشرة سين عين هتتكرر مرتين. يلا بنا نشوف. اتنين سين تربيع زائد خمسة وعشرين عين تربيع. ناقص عشرة سين عين. مرة والمرة الجاية اتنين سين تربيع زائد خمسة وعشرين عين تربيع زائد عشرة سين عين.